اشتركوا في القناة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة ببطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كيلومتر والتي أقيمت في مون بازر بالجمهورية الفرنسية الصديقة وخلال الاتصال شاد جلالته ويده الله بما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من متابعة مستمرة واهتمام متواصل بدعم القطاع الرياضي بالمملكة والحرص على تقدم رياضة القدرة البحرينية وبلوغها المستويات المتميزة التي تعكس شغف أبناء الوطن وطموحهم المتزايد نحو اعتلاء منصات التتويج في شتى المحافل الإقليمية والدولية وأثنى جلالة الملك المغظم حفظه الله ورعى على ما يوالي بذله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من منجزات الرياضية وتحقيقه اللقب العالمي للمرة الثانية بكل جدارة وسط ما شهدته البطولة من منافسات قوية معربا جلالته عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز التاريخي العالمي الذي رفع اسم المملكة عاليا تأكيدا على ما تحظى به رياضة القدرة من مكانة متقدمة في مملكة البحرين ومن جانبه أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لما يحظى به القطاع الرياضي من دعم كبير من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وهو من عكس على نيل مملكة البحرين للعديد من الجوائز وتحقيق البطولات في مختلف الفعاليات الرياضية مثمنا سموه الدور الذي يولي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين على الصعيد الرياضي خاصة سباقات القدرة وأعرب عن تمنياته للفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد بمواصلة تحقيق المنجزات والنجاحات